تقدموا حاجة لطيفة جداً. أولاً فيها مجهود. يعني خليني يعني زي ما بيقولوا نبدأ بسارع. يعني إيه اللي بتعملي؟ اشرحيلي كده الصفحة بتعملي فيها إيه بالزبط؟ وإيه الخدمة اللي بتقدميها خصوصاً أول ما بيبدأ معرض الكتاب؟ أنا بالنسبة لي هو هو جروب على الفيسبوك. ده الأساس بتاعه. إحنا كلنا ناس بنحب القرية. فبنحاول كلنا كل ما نقرأ كتاب نروح نكتب عنه زي ريفيو أو تحليل في الجروب. فبالتالي الكراءاتنا بكلها بتتوسع. كلنا بنعرف بنقرأ ايه. بنعرف رأي بعض. سواء بالسلب أو الإيجاب. طبعاً لو بالسلب شوية بنحاول نقول النقد بطريقة شيك محترمة. فبنساعد بعض ان احنا نوسع دارة معرفة بعض من خلال الكتب اللي بنقراها. يعني ناس تدخل على صفحة بتاعتك. فبتشوف الكتب فيها ايه. فبيبقى عندهم فكرة سواء هيشتريها أو هو قراءها فيبدأ فيه تبادل بقى. بالزبط. تبادل القراء. اه في القراء نفسها. بالزبط. طيب. في المعرض بقى بتعملي ايه بالزبط بقى. في المعرض بروح اشتري كتب اهم حاجة بالنسبة لي. وبعدين تبدأي بقى. وبرشح بقى كتب للناس. يعني انا مثلا كراءاتي السنة اللي فاتت عملت لهم قبل المعرض بوست بالحاجات اللي عجبتني انا شخصيا يعني. زي ايه يعني بتوجيه الاتجاهات فين. يعني فيه اغلبها روايات. واغلبها كتب يعني برضو فيه شوية منهم نون فكشن شوية. ايه. ففيه لما انا بحب الروايات اكتر حاجة بصراحة. يعني بس برضو بحاول اهتم شوية بالنون فكشن. عشان يبقى عندي معلومات عامة اكتر يعني. فلو مثلا على سبيل المثال مثلا لو كتب رشحتها لهم السنة دي كانت مثلا كتب للاستاذ اشرف العشموي. استاذ النور عبد المجيد. احسن عبد الكدوس طبعا ونجيب محفوظ. وفيه كتب بقى اجنبية مترجمة. روايات وكده برشحها. وكتب حضرتك كنت مرشحة. ايام في بيت المحترم. ففيه كان بوست طويل جدا. كنت عاملاه بكل الترشيحات للحاجات اللي عجبتني انا شخصيا يعني عشان غير يستفيد لو حاب لو حاب يقراها او يشتريها.